الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقفنا عند مسألة عظيمة وهي أن توحيد الربوبية من جملة ما ركزه الله عز وجل في العلوم الفطرية وهي التي نقول فيها من باب التذكير بها في كل صباح أصبحنا على فطرة الإسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإن قلت وهل ثمت أحد أنكر توحيداً ربوبية فنقول أما باطناً فلا يعرف عن طائفةٍ في الدنيا أنه أنها أنكرته لأنها وإن حاولت أن تنكره فإنها لا تستطيع أن تخرجه من فطرتها فلا تبديل لكلمات الله عز وجل فلا يعرف عن أحدٍ من العالم أنه أنكر توحيداً ربوبية باطناً ولكن عرف إنكاره في الظاهر فقط عن عدة طوائف الطائفة الأولى فرعون وقومه فإنه أنكر توحيداً ربوبية في الظاهر إلى الباطن فقال الله عز وجل عنه أنا ربكم الأعلى وقال الله عز وجل عنه ما علمت لكم من إلهٍ غيري ولكن هل كان منكراً لها في الباطن الجواب لا فقد فضح الله عز وجل باطنه وباطن قومه بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً والطائفة الثانية طائفة الدهرية الذين ينسبون الإحياء والإماتة وهما من مُقتضيات ربوبية إلى الدهر كما حكى الله عز وجل عنهم ذلك في القرآن بقولهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يُهلكنا إلا الدهر الطائفة الثالثة طائفة المجوس الثانوية طائفة المجوس الثانوية الذين يعتقدون أن للعالم خالقين النور والظلمة والطائفة الرابعة الشيوعية المعاصرة فإنهم يقولون لا إله والحياة مادة وأن الكون خلق نفسه بنفسه وقد ردَّ الله عز وجل على كل الطائف بقوله أم خُلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإن المُتقرِّر عند العُقلاء أن كل حادثٍ لابُدَّ له من مُحدِثٍ وكل مفعولٍ لابُدَّ له من فاعل وهذا الكون حادثٌ بعد أن لم يكن وموجودٌ بعد عدم فموجيدُه لا يخلُو من ثلاث حالاتٍ إما أن يكون وُوجِدَ هكذا صُدفةً لم يكن بالأمس كون وكان اليوم كوناً وهذا لا يمكن أن يقبله عقل فإنك لو مررت على قصرٍ مشيدٍ جميلٍ وقيل لك إنه لم يكن بالأمس موجودًا ووجِدَ اليوم لما توقفت عن وصف من تكلم بذلك بأن في عقله آفه إذ كيف يوجد هذا القصر بلا بانٍ بناه ولا مقاولٍ أنشأه إذن هذا الاحتمال مرهوظ الاحتمال الثاني أن يكون الكون هو الذي خلق نفسه بنفسه وهذا احتمالٌ مرفوظ إذ قبل كونه كان عدمًا فكيف يكون العدم يخلق نفسه فالنار لا توقد نفسها والحطب لا يوجد نفسه والبيت لا يوجد نفسه والسفينة لا توجد نفسها فكيف يتصور في هذا العالم كله بأفلاكه ومجراته أن يوجد نفسه بنفسه ثم من المعلوم أن ما وجد صدفه فإنه لا يكون بهذا النظام ولا يستمر نظامه لكن هذا الكون مذ خلق وهو على نظامٍ بديع ونسقٍ رفيع شمسٌ تخرج في وقتٍ معين وتغرب في جغةٍ معينة وقمر وأفلاك ومجرات هائلة لا يصطدم بعضها في بعض فلا يمكن أن يكون هذا موجوداً صدفة فإنك لو سيرت ثلاث سفنٍ بلا ربانٍ يقودها لاصطدمت لا بد أن يكون لها ربانٌ يقودها حتى يمشي بها في مسارها لا يحيد عنه يميناً ولا شمالاً فكذلك هذا الكون لا يمكن أن يكون موجوداً صدفةً ولا أن يوجد نفسه بنفسه إذن لما بطل هذان الاحتمالان بقي الاحتمال الصحيح وهو أن ثم تموجدٌ خلقه وثم تمبدعٌ أبدعه ولا يصلح أن يكون هذا الموجد وهذا المبدع إلا من؟ إلا الله عز وجل ولذلك لما سمع جبير بن مطعم وكان مشركاً هذه الآية من سورة الطور قال كاد قلبي يطير لأنها دليلٌ عقلي وبرهانٌ حسيٌ قطعي على أن هذا الكون لا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه ولا أن يكون موجوداً صدفةً بل ثم تخالقاً خلقه وهو الله تبارك وتعالى فإذا أقررنا بأن الخالق لهذا الكون بكل مجراته وسمائه وأفلاكه وأرضه وكواكبه وبحاره وجباله وأششاره وإنسه وجنه وحيواناته هو الله أفيستحق العبادة بعد ذلك هبل؟ أو اللات؟ أو العزة؟ أو منات الثالثة الأخرى؟ أو السيد البدوي؟ أو الحسين؟ أو الست زينب؟ أو العيدروس؟ أو القبر من القبول؟ الله يصنع ذلك كله ويبدعه ثم نصرف العبادة لغيره؟ وما الذي قدم لنا غيره حتى نصرف له شيئاً من التعبدات؟ إنه إلا ظلم الإنسان وكفره وطغيانه وعدوانه وجهوده لربه تبارك وتعالى وصدق الله عز وجل إذ وصف الإنسان بقوله إن الإنسان لظلوم كفار ووصفه في الآية الأخرى وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً هذا جنس الناس وقل من يسلم من هذه الصفات وهم الموحدون الذي اعترفوا بحق ربهم عليهم وقد تقرر عند أهل السنة أنه ليس هناك طائفة من طوائف العالم المشركة في توحيد الربوبية من تزعم أن للعالم خالقين متكافئين متساويين في كل الصفات فهم وإن أشركوا مع الله أحداً آخر في ألوهيته وربوبيته لكن لم يستطيعوا أن يساووا معبوداتهم بالله عز وجل في كل خصائصها ولذلك المشركون ما عبدوا تلك الآلهة لأنها مساوية لله في الخلق والرزق والتدبير لا وإنما عبدوها لأنها تقربهم إلى الله زلفة فيجعلون المقصود في سيرهم هو الله ولكن يجعلونها وسيلة تصلهم إلى الله ما في أحد حتى الثنوية المجوس الذين يزعمون أن للعالم خالقين قالوا وخالق النور أكمل من خالق الظلمة نعم لأن النور إله النور هو الذي خلق الخيرات في الأرض وإله الظلم هو الذي خلق الشر فإذا ما في حتى مع شركهم فالألوهية والربوبية ما استطاعوا بفطرتهم أن يزعموا أن الخالقين متساويين أو أن الإلهين متساويين متكافئين في جميع الصفات فهذا يدلك على أن الشرك طارئ في بني آدم وليس هو الأصل إذ الأصل هي تلك الفطرة التي أخبر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم عنها بأنها مركوزة في قلب كل أحد بأن الله هو ربه الذي لا رب سواه وأنه هو المعبود حقا وهي الحنيفية التي ولدنا عليها ولكن بسبب المؤثرات الخارجية حرفت كثيرا من بني آدم عن مسارهم الصحيح قوله رحمه الله وأنه موجد الأشياء وهذا أيضا من باب الاستذلال على الألوهية بشيء من مقتضيات الربوبية قوله موجد أي خالق وهذا يدل عليه قول الله عز وجل هل من خالق غير الله وقال الله عز وجل الله خالق كل شيء فتلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله لم تخلق شيئا قال الله عز وجل في بيان بطلان عبادتها يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له استمعونه سماع عقل سماع تدبر وفهم إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا أحقروا المخلوقات ولو اجتمعوا له لأنه يقول سلمت لكم أن الواحد من معبوداتكم قد لا يستطيع يحتاج إلى معاون طيب اجمعوا جميع المعبودات الملائكة والأنبياء والأولياء والشمس والقمر يجتمعون جميعا ويتساعدوا في خلق ذبابه ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا أن يقع الذباب على طعام أحدهم ويأخذ منه رشفة بمنقاره لا يستنقذوه أي لا يستطيعون استخراجه منه ضعف الطالب والمطلوب فهؤلاء الآلهة لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا فلماذا تتركون عبادتي من أجلهم وأنا من خلق وأنا من رزق وأنا من دبر وأنا من أعطى وأنا من أنعم أفأنعم عليكم ويشكروا غيري أفأخلقكم ويعبدوا غيري كل هذا دليل على أن الشرك من أعظم إن أعظم الظلم وأظلمه أعظم الظلم يقول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما خلقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونكم كخيفتكم أنفسكم معنى هذا الكلام أنه يقول سأضرب لكم يا كفار قريش مثالا واضحا يبين لكم فداحة ما وقعتم فيه من الشرك وصرف العبادة لغيره أيها الكفار هل لكم أرقاء وعبيد يخدمونكم الجواب نعم لنا أرقاء وعبيد يخدمون قال لهم هل ترضون أن يشارككم أرقاءكم وعبيدكم في حقوقكم وخصوصياتكم أن يقول العبد لك اقسم نصف مالك وأعطنيه طلق إحدى زوجتيك لأتزوجها أعطني نصف ممتلكاتك هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبيده في ممتلكاته وخصوصياته الجواب لا لا يرضى أحد منكم أن يفعل به عبده ذلك فإذا كنتم لا ترضون أن يشارككم عبادكم في ممتلكاتكم وخصوصياتكم فلماذا تصرفون حقي لعبادي العبادة حقي الصرف المحض لا أرضى أن تصرف لعباد من عبادي الملائكة عبادي لماذا تصرفون لهم حقي الأنبياء عبادي لماذا تعطونهم شيئا من خصوصياتي الأولياء عبادي فلماذا تعطونهم شيئا من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لي هؤلاء عبيدي فكما أنكم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم فيما هو من حقوقكم وخصوصياتكم المحضة فأنا أيضا لا أرضى أن يشاركني عبيدي في حقوقي وخصوصياتي المحضة هذا مثال واضح كأنه يقول عاملوني بما تعاملون به أنفسكم كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم إذا قيل للإنسان منكم جاءتك بنية صار وجهه مسودا مستحيا يتوارى من مجالس القوم لا يغشاها استحياء من هذه البشارة بهذه البنت أنتم لا ترضون أن ينتسب البنات لكم فلماذا تقولون الملائكة بنات الله انسبوا لما ترضونه لأنفسكم إن كان ثم تنسبه فانسبوا للشيء الذي ترضون أن تنسبوه لأنفسكم ولذلك الله عز وجل يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة جائرة يعني تعطون الله عز وجل ما تكرهون وتخصون أنفسكم بما تحبون تالله إن ابن آدم لظلوم كفار لظلوم كفار نسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يمئتنا على التوحيد وأن يحشرنا في زمرة أهل التوحيد وأن يدخلنا دار الموحدين هذا التوحيد ترى عظ عليه أعظم جوهرة عندك هذا أعظم جوهرة ترى أعظم جوهرة عندك وهذا التوحيد مشدد عليه إياك أن تكدر صفاء تلك الجوهرة بشيء من غبش الصوفية أو شيء من غبش الأذكار الجماعية أو شيء من البدع والمحدثات أو شيء من الشركيات إياك أن تكدر صفاء هذه الجوهر هذه الألماسة التي امتنى الله بها عليك احفظها لا تعرضها للشمس كثيرا لا تعرضها للهواء كثيرا لا تعرضها لعوامل التعرية حتى لا تفسدها أعظم جوهرة توجب لك سعادة الدنيا والسعادة في قبرك والسعادة يوم حشرك ونشرك وتدخلك دار السعداء وتوجب لك السعادة الأبدية هي تلك الجوهرة العظيمة المسمت بجوهرة التوحيد والأقيد الصافية طوبى لنا بهذه الجوهرة والحمد لله والله إنها من أعظم النعم ما نلناها بكدنا ولا بعلمنا ولا بحولنا ولا بقوتنا إنما هو محظو فضل من الله عز وجل قوله رحمه الله بلا شريك ولا عون ولا وزراء يعني أن جميع هذه الموجودات في الكون عنويها وسفليها اللهم فرض بخلقها لم يحتج إلى عون معين يعينه ولا إلى مدبر آخر يدبر معه ولا إلى وزير يقوم على شؤون مملكته كما يحتاجه ملوك الدنيا هل الملك لوحده بلا جنود ولا وزراء ولا وكلاء ولا موظفين ولا أناس يعينون يستطيع أن يدبر أمر مملكته الجواب لا إنما الله وحده عز وجل هو الذي يدبر أمر مملكته لوحده تبارك وتعالى طيب والملائكة أوليسوا يدبرون يدبرون بأمر الله عز وجل من باب التسخير لا من باب الإعانة وعلى ذلك قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضغير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى الملائكة لا يعينون الله وإنما هم خلق سخرهم الله عز وجل لتدبير شيء من أمر مملكته بإذنه تسخيرا لا إعانة ولا على أنهم مزراء أو معينون أو ظهيرون لله عز وجل لا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو الغني بذاته عز وجل عن كل أحد وقال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحمين والفقر فينا وصف ذات لا ينفك عنا أبدا كما أن الغنى وصف لله عز وجل ذاتي لا ينفك عنه أبدا فلا يتصور في لحظة أن ينفك المخلوق عن فقره الذاتي ولا أن ينفك الخالق عن غناه الذاتي ثم قال أحسن الله إليكم قال رحمه الله وهو المنزه عن ولد وصاحبة نعم كما قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد فلا أصول له ولا فروع وكما قال الله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولد وقال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقال الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فهذا من باب التسليم الجدل لفرض منتنع والمتقرر في قواعد أهل السنة أن كل نفي ننفيه عن الله عز وجل من صفات النقص فإنه يتضمن صفة كمال فنفي الناظم لصفة الصاحبة والولد يتضمن ماذا يتضمن كمال غنى غنى الرب عز وجل عن كل أحد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ووالد وعن الأشباه والنظراء الأشباه والنظراء أي وتنزه الله عز وجل عن المثيل والكفئ والند والند والسمي وهذا من النفي المطلق عند أهل السنة والجماعة والمتقرر في قواعد أهل السنة أنهم ينفون صفات النقص على وجه الإجمال ويثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل كما قال الناظم إثباتنا جل الصفات مفصل والنفي يجمل يا أخ العرفاني ودليل هذا النفي في قلام المصنف قول الله عز وجل فلا تضرب لله الأمثال أي الأشباه والنظراء وقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس كمثله شيء أرد على الممثلة وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة وكذلك قوله تعالى فلا تجعل لله أندادا أي نظراء وأشباه وقال الله عز وجل هل تعلم له سمية والسمي هو الند والكفئ وقال الله عز وجل ولم يكن له كفؤا أحد في بعض القراءات أي لا مكافئة ولا مثيلة ولا سمية ولا ند لله عز وجل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله فهو المتوحد بصفات الكمال عز وجل لا مشارك له لا مشارك له فيها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله لا يبلغا لا يبلغا كنها وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكر قوله كنه أي كيفية ومعناه أنه لا يمكن أن تحيط العقول بشيء من كيفيات صفات الله عز وجل مهما فكرت ولا يجوز لها أن تفكر في الكيفية ومهما نظرت ومهما تأملت فإن العقول أعجز وأنقص وأحقر من أن تدرك الله عز وجل على ما هو عليه في الواقع كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما وكما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ومعنى لا تدركه أي لا تحيط به فالله عز وجل نفى الإحاطة عنه في أمرين نفى الإحاطة عنه في العلم والرؤية فالله لا يحيط به العقل علما ولا يحيط به البصر رؤية فهو أعظم عز وجل وأكبر من أن تحيط به مدركات العقل أو أن يحيط به بصر العين حتى وإن رآه أهل الجنة في جنة يوم القيامة فهم يرونه لكنها رؤية غير مقتضية للإحاطة فنحن نراه ولكن لا نحيط به كما نرى الشمس ولكن لا نحيط بكل أجزائها ونرى القمر ولا نحيط بكل أجزائه بل إن الإنسان يقف أمام الجبل العظيم ويرى بعضه ولكن لا يحيط بجبل من كل أطرافه رؤية فنفي الإدراك هنا ليس نفياً لأصل الرؤية كما فهمه المعتزلة الأوباش وإنما هو نفي للإحاطة بعد الرؤية فالله لا يحاط به علماً مسألة لماذا منع أهل السنة من الكلام في كيفية صفات الله؟ الجواب لأن كيفية صفات الله مبناها على الغيب والمتقرر في قواعد أهل السنة أن أمور الغيب توقيفية على النص فلا يجوز لنا أن نثبت شيئاً من أمور الغيب إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع ولأن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته أو برؤية مماثله أو بإخبار الصادق عنه وكل هذه الطرق للعلم بالكيفية منتفية في حق صفات الله تبارك وتعالى فإن قلت وهل أهل السنة يمنعون الكلام في معاني الصفات أيضاً؟ الجواب اتفق أهل السنة على العلم بمعاني صفات الله عز وجل على ما يدل عليه لغة العربي ولسانهم لأن الله أنزل كتابه باللسان العربي المبين فكان الواجب علينا أن نحمل هذه الصفات على المعاني المتقررة في هذا اللسان العربي فالوجه المضاف إلى الله نعلمه باعتبار معناه وهو ما تحصل به المواجهة ولكن نجهله باعتبار كيفيته واليد المضافة إلى الله نعلمها باعتبار المعنى فقط ولكن نجهلها باعتبار كيفيتها وهكذا في سائر الصفات والقاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة أن صفات الله معلومة المعنى مجهولة الكيف أن صفات الله عز وجل معلومة المعنى مجهولة الكيف فإن قلت إذا كان أهل السنة يعلمون المعاني فما وجه قول الإمام أحمد رحمه الله نؤمن بآيات الصفات لا كيف ولا معنى الجواب أما قوله لا كيف فلا إشكال فيه وأما قوله ولا معنى فالإمام أحمد لا ينفي المعنى الصحيح المتبادر للذهن الذي يفهمه أهل السنة والجماعة وإنما ينفي المعنى الباطل الذي ابتكرته الجهمية والمعتزلة وأصناف المبتدعة وزعموا بأنه هو ظاهر معاني الصفات فقوله لا معنى ليس نفياً للمعنى الصحيح وإنما نفي للمعنى الباطل فإن قلت قول أهل السنة بلا تكييف هل يقصدون نفي الكيفية أم يقصدون نفي العلم بالكيفية الجواب يقصدون نفي العلم بالكيفية لأن نفي لذات الكيفية تعطيل للرب عز وجل عن كيفيات صفاته فيقصدون بقولهم بلا كيف أي بلا كيف معلوم لا بلا كيف موجود ففرقوا بينهما والقاعدة العامة عند أهل السنة أنه لا يجوز إقحام العقل في الغيبيات لأن العقل له قدرات وطاقات لا يزال تفكيره سليما ما دام في داخل حدود قدراته وطاقاته لكن متى ما أخرجه العبد عن ذلك فإنه لا يرجع إلا بالحيرة والشبه والأوهام والخيالات والشكوك والعقائد الفاسدة الباطلة الكاسدة فيجب عدم إقحام العقل في شيء من صفات الله تبارك وتعالى والقاعدة الثانية أن كل ما دار في بالك عن صفات الله فالواقع بخلاف ذلك جميع ما يلقيه الشيطان في عقلك وقلبك عن شيء من كيفيات صفات الله عز وجل فاعلم جزما ويقيما وقطعا أن الحقيقة تخالف ذلك لأن الكيفية لا يستطيع أن يدركها العقل إلا بطرقه الثلاثة المعلومة وقد انتفى كل ذلك في حق صفات الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر حيث قوله باق إن قلت هل الباقي من أسماء الله عز وجل فأقول إن المتقرر في قواعد أهل السنة أن أسماء الله وصفاته مبنية على التوقيف أي على الدليل فلا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته ولا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته مع إثبات كمال الضد لله عز وجل ولا نعلم دليلا يدل على أن من أسماء الله الباقي وما هو مروي في جامع الإمام الترمذي في حديث الأسماء فهي زيادة ضعيفة فيها الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليسا رد العلماء روايته إذا عنعنها بسبب تدليسه فالزيادة التي فيها تعداد أسماء الله هي زيادة من بعض الروايت اجتهادا ولكن لا مدخل للاجتهاد في إثبات شيء من أسماء الله عز وجل وبناء على ذلك فليس الباقي من جملة أسماء الله تبارك وتعالى فإن قلت وما حكم التسمي بعبد الباقي فأقول بما أننا نفيناه وأخرجناه عن دائرة الأسماء فلا يصح أن يتسمى الإنسان بعبد الباقي فإن قلت وهل يصح أن نطلق الباقي على الله إطلاق خبر الجواب نعم يجوز ذلك لأن المتقرر في قواعد أهل السنة رحمهم الله تعالى أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات والأسماء والمتقرر عند أهل السنة أن باب الأخبار ليس توقيفيا على ثبوت النص وإنما توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله تبارك وتعالى فإن قلت وهل ثم تسم من أسماء الله الذي يستغنى به عن الباقي الجواب نعم وهو اسم الله الآخر وقد ورد في الكتاب والسنة قال الله عز وجل هو الأول والآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء فإن قلت وأي التعبيرين أولى الأول الآخر أم الباقي فأقول لا جرم أن التعبير بالآخر هو الأولى فإن قلت ولماذا أن المتقرر في قواعد أهل السنة أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا فإن قلت وما معنى الآخر والباقي فأقول معناها أي الدائم الذي لا يموت وبرهانه قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال الله تبارك وتعالى وعفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا تموت والإنس والجن يموتون ولأن ضد البقاء العدم والفناء وهما صفة نقص وكل صفة نقص فيجب تنزيه الله تبارك وتعالى عنها ثم قال الناظم حي أجمع أهل السنة على أن الحي من أسماء الله تبارك وتعالى وأجمع على أنه يتضمن صفة الحياة الكاملة المطلقة التي لم تسبق بعدم ولا ينحقها زوال لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفات كماله وأجمع أهل السنة على أن صفة الحياة لله عز وجل من صفات ذاته التي لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات وضد الحياة الموت ولا يصح وصف الله بالموت فيكون اتصافه بالحياة على وجه الذاتية ودائما يقرن الله عز وجل بين اسميه الحي والقيوم وهما من أسمائه العظم وهما الإسم الأعظم في أصح الأقوال أن الإسم الأعظم هو الله والحي والقيوم فهذه الأسماء الثلاثة مجموعها إسم الله الأعظم فالحي دليل على جميع صفات ذاته والقيوم دليل على جميع أصفاء صفات فعله تبارك وتعالى قوله عليم أجمع أهل السنة على أن العليم من أسمائه تبارك وتعالى وأجمع على أنه يتضمن صفة العلم الكامل الشامل وأجمع على أن صفة العلم في الله تبارك وتعالى من صفات ذاته التي لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا وتفاصيل العلم سيأتينا بعد قليل في أبيات خاصة قوله قدير أجمع أهل السنة على أن القدير من أسماء الله تبارك وتعالى وأجمع على أنه يتضمن صفة القدرة الكاملة والمشيئة الشاملة وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون تبارك وتعالى وأجمع على أن وصفه بالقدرة من صفات ذاته التي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير وقال أيضا قادر وقال أيضا مقتدرا في آيات معلومة معروفة ثم قال الناظم رحمه الله والكلام له أي أنه موصوف بصفة الكلام وقد أجمع أهل السنة على وصف الله عز وجل بهذه الصفة وسيأتينا تفصينها بعد قليل إن شاء الله تعالى قوله فرد لقد اختلف العلماء في تسمية الله عز وجل بالفرد والقول الصحيح أن الفرد ليس من أسماء الله عز وجل لأن أسماءه مبنية على التوقيف ولا نعلم دليلا يدن على أن الفرد من جملة أسمائه تبارك وتعالى ويستغنى عنه باسم الله الواحد واسمه الأحد فهما أولى بالتعبير عن الله عز وجل تسمية من التعبير بالفرد لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ نصوصي أو لا فإن قلت وهل يصح الإخبار عن الله بأنه فرد الجواب نعم يجوز ذلك لأنه يتوسع في باب الأخبار ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات قوله سميع أجمع العلماء على أن السميع اسم من أسماء الله وأجمع على أنه يتضمن صفة السمع المطلق الكامل فلا يخفى عن سمع الله عز وجل شيء ولو كان بمثاقيل الذر ولما كانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة جاءت خولة رضي الله عنها تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قولا التي تجادنك في زوجها وتشتكي إلى الله فقالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات إنها لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأجمع أغل السنة على أن سمع الله من صفات ذاته التي لا تنفك عنه ولا أزلا ولا أبدا قال الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا قوله بصير أجمع العلماء على أن البصير من أسمائه عز وجل وأجمع على أنه يتضمن صفة البصر وأجمع على أن صفة البصر من صفات ذاته التي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا لأن نقيض البصر العمى والعمى صفة نقص وما كان لا يصح اتصاف الله بنقضه فوصفة ذات ملازمة لذاته تبارك وتعالى قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى وقال الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا فلا يخفى على بصر الله عز وجل شيء ثم قال الناظم ما أراد جرى أي ما شاء الله عز وجل فإنه يكون كما شاء كما قال الله عز وجل لا والله يحكم لا معقب لحكمه ويقول الله عز وجل فعالا لما يريد وقال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأن كرسيه قد وسعا كل السنة كرسيه والعرش نعم حسن الله إليكم وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبورا قوله وأن كرسيه الحق الحقيق بالقبول وعليه عامة أهل السنة والجماعة أن الكرسيه ونوضع قدمي الرب عز وجل وقد أضافه الله عز وجل لنفسه إضافة التشريف والتكريم في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض وأما كبره فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما السماوات السبع والأرضين السبع من الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في أرض فلات فكرسي الله عز وجل عظيم لا يقدر قدره إلا من خلقه تبارك وتعالى وهو كالمرقات للعرش فإن قلت وهل تصح نسبة تفسيره بالعلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه ينقل عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم فنقول لا تصح نسبته لا تصح نسبة تفسير الكرسي بالعلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن إسناده ضعيف إليه بل الثابت الصحيح عنه أنه قال كرسيه موضع قدميه بل إن تفسير الكرسي بالعلم فضلا عن مخالفته لإجماع أهل السنة فهو مخالف للغة العربية أيضا ولذلك تسمية بعض الدكاترة بإستاذ كرسي هذه تسمية مخالفة للغة فإنهم يطلقون الكرسي على من بلغ في العلم والشهادات مبلغها ومنتهاها وهذا خطأ على اللغة قوله هو العرش إن قلت ما العرش فأقول هو موضع استواء الرب تبارك وتعالى فإن قلت وأين هو فأقول فوق البحر الذي فوق السماء السابعة فإن فوق السماء السابعة بحر فإن فوق السماء السابعة بحر والعرش فوق هذا البحر فإن قلت اذكر لنا شيئا من صفاته فأقول لقد وصفته الأدلة بعدة صفات منها أنه عرش عظيم كما قال الله عز وجل وهو رب العرش العظيم ومنها أنه كريم كقول الله عز وجل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومنها أنه مجيد لقول الله عز وجل ذو العرش المجيد بالكسر كما في قراءة حمزة والكساء وقد قرأ الباقون برفعها ومن صفاته أن له قوائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأرى أخي موسى آخذا آخذا بقائمة من قوائم العرش ومن صفاته أن الملائكة تحمله كما قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وكل ما يتعلق بالكرسي والعرش كله من باب الغيب فلا نثبت له أي للعرش والكرسي إلا ما ورد به الدليل الشرعي الصحيح الصريح نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطراء نعم لم يزل الله عز وجل مستويا على هذا العرش فإن قلت وما عقيدة أهل السنة في صمة الاستواء على العرش فأقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كاستواء المخلوقين على كراسيهم أو على ظهور الفلك والدواب لأن الاستواءين وإن اتفقا اسما إلا أن المتقرر عند العلماء أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات والمتقرر أن الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة فإن قلت وما دليل هذه الصفة فأقول دليلها سبع آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاه والأعراف والفرقان يقول الله عز وجل فيها الرحمن على العرش استوى ويقول ثم استوى على العرش وقد أجمع على إثباتنا أهل السنة والجماعة فإن قلت وهل هي صفة فعل أم صفة ذات فأقول هي صفة فعل إذ لم يحصل هذا الاستواء إلا بعد أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض ثم استوى على العرش فإن قلت وأيهما أسبق خلقا السماوات والأرض أم العرش الجواب المتقرر عند أهل السنة أن العرش أول المخلوقات وأكبرها وأعظمها وهو كالسقف لها وهو كالسقف لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أعلى المخلوقات التي هي الجنة قال وسقفها عرش الرحمن فإذن العرش سقف للمخلوقات وهو عليها كالقبة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن قلت وماذا قال أهل البدع في صفة الاستواء فأقول أجمع أهل البدع على إنكار هذه الصفة وتحريفها إلى صفة الاستيلاء وقد خالفوا بذلك الأدلة وخالفوا فهم السلف الصالح والمتقرر عند أهل السنة أن كل فهم في أدلة الاعتقاد يخالف فهم السلف الصالح فإنه باطل فإن قلت وما رأيك في زيادة الناظم لقوله بذاته أنه على العرش بذاته الجواب لا بعش بها لا حرج فيها فإنها من باب تأكيد حقيقة الاستواء من باب حقيقة تأكيد الاستواء وكننا نؤمن بأن ذات الرب عز وجل فوق عرشه على ما يلق بجلاله وعظمته فإن قلت وأيهما أول العرش أم القلم العرش الذي استوى الله عليه أم القلم الجواب فيه خلاف بين أهل السنة والقول الصحيح أن العرش قبل القلم وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فتلك الأولية باعتبار ما قيل له في أول خلقه يعني لما اشتري أول شيء لما اشتريت القلم كتبت به يا الله فإذا أول ما كتبت بالقلم هو يا الله فتلك الأولية باعتبار الشراء فإذا أول شيء قاله الله للقلم لما خلقه قال اكتب فالأولية هنا باعتبار القول لا باعتبار الأولية المطلقة فأول المخلوقات على الإطلاق هو العرش نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روا وقرأ أجمع أهل السنة على أن الله موصوف بالعلو المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته وأجمع على أن من أسمائه العلي وأجمع على أن عنوه من صفات ذاته التي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا وقد تواترت الأدلة على أكثر من ألف دليل يدن على إثبات صفة عنو الله عز وجل وقد علف فيها العمام بن القيم كتابه القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزب المعطلة والجامية وكله من أوله إلى آخره يثبت الأدلة النقلية والعقلية والحسية والفطرية على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى فقد أثبت الله عنوه بأصناف من الأدلة منها التصريح به كقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى وهو الكبير المتعال ومنها التصريح بفوقيته فإن الفوقية من لوازمها العلو قال الله عز وجل يخافون أربهم من فوقهم ومنها التصريح بنزول الأشياء منه فإنها لم تنزل منه إلا لأنه في العلو قال الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال ومنها كذلك التصريح برفع الأشياء وصعودها إليه كما قال الله عز وجل إليه وقال الله عز وجل عن عيسى بل رفعه الله إليه ومنها التصريح بعروج الأشياء إليه والعروج هو الصعود كما قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ومنها الدليل الحسي أيضا وهي أن الأيدي ترفع إلى الله إلى جهة العلو فنحن لا نرمي بأيدينا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشمال ولا إلى الأسفل وإنما نرميها إلى جهة العلو لعلمنا فطرة أن الذي سيعطينا حاجتنا في جهة العلو بل إننا نرى أننا عند ذكره في التشهد نحرق سبابتنا إلى جهة العلو وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع في يوم عرفة يقول صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم فيرفع سبابته إلى السماء وينكتها إليهم اللهم أشهد مشيرا إلى ربه عز وجل إلى سبة العلو بل جاءت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لطمها سيدها معاوية ابن الحكم السلمي فقال لها أين الله؟ قالت في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة والمقصود بالسماء للعلو فسألها أين ربها؟ فقالت ربي في العلو فشهد لها بالإيمان بإيمانها بهذه الصفة إيمانها بهذه الصفة فإذا اندلت جميع الأدلة الحسية والنقلية والعقلية أما من العقل فلأن العلو ضده السفل والسفل نقص فإذا انتفى السفل لكونه نقصا فبت صفة العلو لله وكذلك نقول العلو كمال في المخلوق لا نقص فيه والمتقرر في قواعد أهل السنة أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يتصف به ألا ترى أن الملوك دائما يطلبون العلو يكلمون الناس من الشرفات يطلبون البيوت العالية عن الناس حتى يبنون بيوتهم في قمم الجبال لما؟ لأن نفوسهم تحب العلو فالعلو صفت كمال دائما فإذا الله أولى بأن يتصف بهذا الكمال لأنه هو من أعطى هذا الكمال ومعت الكمال أو لا؟ أو لا بالكمال بل حتى الفطرة تدل على علو الله أقسم بالله لو حلت عليك ضرورة وكربة ووقفلت أبواب الدنيا في وجهك تجد في قرارة نفسك حاجة ضرورية تطلب جهة العلو ولذلك لما دخل رجل من السلف على الجوين وهو يقرر عقيدة الأشاعر في العلو قال دعنا من ذكر العرش ودعنا من ذكر العلو وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في قلبه ضرورة تطلب جهة العلو أخبرني لماذا فنزل الجوين يضرب رأسه يقول حيرني الهمداني لماذا لأنه خاطبه لفطرته فلو تركت الفطرة لم تلوث بالملوثات الخارجية لنشأ العبد وهو عالم بأن ربه الذي يخلقه الذي خلقه في العلو بل حتى البغائم يا رجل حتى البغائم تقر بعلو الله عز وجل يروى بإسناد فيه مقال من حديث أبي هريرة عند الحاكم بسند فيه نظر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام استسقي فرأى نبلة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بناغنا عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم بل إن السلف يقولون وإن البغائم ترفع رؤوسها إلى السماء تلعن عصاة بني آدم إذا منع القطر تقول منعنا القطر بشؤم معصية بني آدم فإن قلت وماذا قال فيه أهل البدع فنقول إن عقول أهل البدع أنزل وأسفل من عقول البهائم فقد اتفق أهل البدع على إنكار صفة العلو الذات لله عز وجل وجعلوا جميع الأدلة التي تدل على علوه إنما تدل على علو قدره عز وجل فالعلو الذي يثبته أهل البدع إنما هو علو القدر والمقام وليس هو علو الذات وهذا تحريف للأدلة عن مسارها الصحيح وفهم مخالف لفهم السلف وإخراج للأدلة عن وصرف للأدلة عن ظاهرها بلا قرينة وانتقال من الحقيقة إلى المجاز بلا داع نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكيف كن حذيرا أجمع أهل السنة على أن الملك من أسماء الله عز وجل قال الله عز وجل الملك القدوس وأجمع على أنه يتضمن صبة الملك الكامل الشامل لكل درة من درات هذا الكون فلا مالك لشيء من هذا الكون مع الله عز وجل ليس تمت أحد يملك درة من شيء من هذا الكون فهذا الكون علويه وسفليه ملك لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل له ملك السماوات والأرض وقال الله عز وجل بيده الملك وقال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وقال الله عز وجل بيده الخير وهو على كل شيء قدير فإذا لا مالك لشيء من هذا العالم على الحقيقة مع الله عز وجل فإن قلت أوليس الله وصف المخلوق بأنه يملك قال ما ملكتم فاتحه وقال أو ما ملكت أيمانكم فلماذا تقول بأن المالك على الحقيقة هو الله ومع ذلك الله يصف المخلوق بأنه يملك بعض شيء من الكون الجواب هناك فرق عظيم بين الملك المضاف إلى الله والملك المضاف إلى المخلوق أما الملك المضاف إلى الله فهو الملك العام الشامل الكامل وأما الملك المضاف إلى المخلوق فهو مطلق الملك في جزئية واحدة فأنت تملك سيارتك ولكن لا تملك سيارة جارك تملك ما في حسابك من الدراهم ولكن لا تستطيع أن تتصرف في حساب ما في بقية المسلمين وأيضا ملك الله له أن يتصرف في ملكه كيف ما شاء يحيي هذا ويعدم هذا ويتلف هذا ويدمر هذا لكن أنت ليس لك حرية التصرف فيما تملكه بل تتصرف فيه على ضوء ما يوجوز لك شرعا ولذلك لو أراد الإنسان أن يحرق سيارته ويتلفها ويفسدها هل يمكنه الناس من ذلك؟ الجواب لا لو أراد أن يمزق دراهمه فإننا نحجر عليه وكذلك نقول إن ملك الله هو ملك أول لا بداية له ولا نهاية له فملك الله أول لا أول له وآخر لا آخرية له وأما ملك ابن آدم فهو حادث وله نهاية أنت كنت بالأمس لا تملك بيتا كان يملكه غيرك ثم اشتريته وتملكته فملكك حادث ثم بعد موتك تنتقل ملكية البيت إلى ورثتك فإذا ما يملكه الإنسان ليس ملكا أزليا بل ملك حادث وليس ملكا أبديا بل ملك سينتقل إلى الورثة أو تبيع هذا البيت وينتقل ملكيته لغيرك فإذا حتى وإن وصفت الأدلة المخلوقة بأنه يملك إلا أن الملك المضاف إلى الله هو الملك الحقيقي الذي لا يزول ولا يحول عنه تبارك وتعالى وأما كلامه عن الاستواء فقد تقدم الكلام عنه قوله نعم نعم قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وقال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وقال الله عز وجل ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون ولا يعزب عن علم الله عز وجل شيء ممثاقيل ممثاقيل الذر وأجمع أفن السنة على أن الله عالم بالكليات على ما هي عليه وبالجزعيات الفرعيات على ما هي عليه خلافا للفلاسفة من أتباع بن سينا وغيرهم الذين يزعمون أن الله يوصف بالعلم الكلي ولكن الله لا يعلم التفاصيل والجزعيات وهذا من جملة الأمور الثلاثة التي كفر العلماء بن سينا بسببها وهو إنكار علم الله عز وجل للجزعيات فإن قلت وهل يمكن أن يضطرأ على علم الله نسيان الجواب لا يمكن أن يضل ربي ولا ينسى كما قال الله عز وجل فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فإن قلت إذن ما معنى النسيان المضاف إلى الله في قوله نسوا الله فنسيهم نقول كل نسيان مضاف إلى الله تبارك وتعالى فيراد به النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة وأما النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء فإنه نقص لا يوصف الله عز وجل به طيب نقف فنفتح المجال إلى قبيل الإقامة للأسئلة داخل الدرس وخارجه